بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح حفظه الله ببرقيتين تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل هيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين عبر فيهما سموه حفظه الله عن خالص تعازي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وتعازي سموه حفظه الله وصادق موساتهما بوفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ علي بن حميد بن أحمد المعلى سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم سموهما وأسرة الفقيد جميل الصبر وحسن العزاء كما بعث سمو الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيتين تعزية ممثلتين